اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سجل النقاط ورد عليها سجل ورد عليها الآن خلي يكمل الأخ سؤالي الثالث هل انتهت حرب التأويل الذي قادها علي عليه السلام أو لا زالت حتى هذه اللحظة قائمة أنا هذا كل الكلام أكسلتك يا حج وعد في رسالة كويس سؤالي رابع ليش لما بينزنقوا هذالجماعة ليش لما بينزنقوا بدخلوا علي عليه السلام في كل قصة من قصص أصحابهم ورموزهم ليش علي دائماً يحطوه طبعاً هذا يهدم دينهم ويهدم نظرية عدالة الصحافة تبعتهم هذه النقاط باختصار شديد عندما آت النقاط أما بالنسبة عتبي على الشيعة لماذا تشنفون آذاننا بأناس أمثال أولئك دقيقة أنا تكلم اللي اسم عمار لا تشوه أهل فلسطيني أنا من غز فلسطيني وصحفي لا تشوه صورة فلسطيني وتكلم عليهم ونقول أننا لن يعجبنا ما قامت فيه جمهورية الإسلامية كل أهل غز وكل أهل فلسطين كنا ممسوطين في اللي قامت فيه الجمهورية الإسلامية والآن بكل جراءة بدي السيد حفظه الله إلى قل الشهادة يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على هذه مفاجأ والله فاجأنا الأخ اللهم صل على محمد يا مخلّب القلوب يا مخلّب اللهم صل على محمد أبو عايشة دير بالك تقدر تعطيني كنية كنية اكتبها اكتبها الصحفي من فلسطين وانا اعمل في وجهة جذور للان ذا الله اكبر الله اكبر كبر يا اخوان يا عبدة يسوح يا عبدة الصديب يا عبدة الشلو وانا اتكلم نشعر سيدنا سيدنا اتفضل طيب اخونا العزيز ابو من الحج هو ابو من ابو يونس ابو يونس تسمعني بالسلام علي يونس ابو عاشي ابو عاشي ابو عاشي اسقط عن الرجال يريد يعلن شهادات الثلاث لا يفيد النصيحة بعد انصح نفسك بعد والله تشيعه يكثر لا تنصحه انت من تنصح يجيد تشيعه أخونا النبي يسيرون عن يوم القيامة النبي يسيرون عن يوم القيامة يسمك يا سيد أستاذ علي أستاذ علي تسعني أستاذ علي تسعني يا أخونا يا الله يا أخواني أخواني قبل أن يلقنوا الشهادة أخواني والله العظيم أنا لا أعرف فاجأني الأخ وهذه من بركات محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والله ينصر الأخوة في فلسطين فضل سيدنا الحبيب أخونا العزيزي أستاذ عليونس السلام عليكم أخونا تسمعني إن شاء الله بعد أن يتفيع بعد أبو هذا رجل مهم 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 رجل ترى يريد يتركهم الواقع الواقع يقول خلي بعد يريد يتبره منكم عندهم عباد الصليب يقول لك يريد يتبره منكم رجل صحتي متقف رجل صحتي الرجل عامي يا جميع الرجل عامي ما عنده علم الرجل عامي الرجل عامي سيدنا فضل أخواني سيدنا أنا العامي أنا العامي مستعد إلى مناظر معاك ثلاث ساعات بل أنت حاج وعيد الله أكبر الله أكبر كل معاولة ومقاسة وكل المجدين معاك ثلاث ساعات أستعد لمناظراتكم الله أكبر أقبل أبو عاشي أقبل طيب أخونا الأستاذ يونس أخونا العزيز أو أستاذ علي يونس إن شاء الله تردد معي قل معي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن علي وفاطمة وأبنائهما المعصومين بالحق حجد الله المعصومين بالحق حجد الله وواليهم وأبروا إلى الله من أول أعدائهم إلى آخرهم يا الله اللهم لا تفرق بيني وبينهم اللهم لا تفرق بيني وبينهم طرق عين ولا تجمعني يا مبكر عمر عز أحسنت أحسنت أكملت ببركة فضلك وبركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد والله يا أخوان الآن أول ما قال الأخ يشهد الله هو يعلم هذا الشخص يهودي يهودي على فكرة يعني خرام عليك يا أبو أديب خرام عليك يا أبو أديب أخونا أبو أديب أخونا أبو عاشر أخواني لما تكلموا عن الأخ عمار عمار من فلسطين قالوا عنه أنه يهودي والله أنا قلت ما يصح لأن ما دام الرجل يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ينبغى أن يحسن ظنه هو معي الآن ويشهد وأنا عاديت من يستهمني من يستهمني بس لحظة لا لح فالآن الأخ الصحفي وذكر اسمه ومعروف الآن وصفوه باليهودية أقول ابشر بالعداء لأنك ستكون في طريق ما دام وليت محمد وآل محمد فسيعادونك وأول العداء أنهم نسبوك إلى اليهودية وأخرجوك من دين الله تبارك وتعالى تفاضل أخونا يونس أتعالى عنه ماذا؟ عرف ليش يحق عشان أنا فاضح دينهم فاضح عقيدتهم في الله بأنها من اليهودية ومن الإسرائيديات عقيدتهم حتى في النبي صلى الله عليه وآله من اليهوديات والله صبحت هذا دين وأنا مستعد بكل هدوء الآن أنا مستعد إلى مناظرة مدة ثلاث ساعات ونصف أو إلى مدة كل برنامج الأجوعة صورة وصورة صورة وصورة الله أكبر جاهزة مدة أربع ساعات إذا أردتم أن نتحاور في الله أو نتحاور في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في أمير المؤمنين وزين مؤمنين أو حتى في كل ما تريدون أنا مستعد وجاهز والله إخواني أول ما الأخ قال أبو أديب أقسم بالله العظيم أنه هذا رجل يهودي أقسم يا أبو كريم لا 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 أنت دعيت عليه أقسم بالله هو يهودي وسوف نقدمه إليك تفضل أقسم أقسم لوقت واحدة يعني معروفة الشغلة لا لا أقسم أنه يهودي أقسم أقسم بالله ويقولك أقسم بالله أنه يهودي ولا ليش تتهمون الناس ليش مو حرام أولا 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 تكفير أخواني شو ما الآن تخرجوا من رجل يشهد الشهادتين قاعد يقول له يهودي يا يونس يا يونس يونس اسمعني يونس والله ما يسير والله حرام عليكم والله حرام عليكم أخواني أبو أديب رجل يريد يتشيع رئيسا قتل التخارج عن الإسلام يا أجواني يا أجواني أنا أطيل أنا جاهز هيرقمي عندنا أبو أديب أطيلهم أطيلهم جميعا ولهم ضعف أوقاتي اسمعني خليناك أطيلهم ضعف أوقاتي أنا أكتفي في يونس يونس سمعتم يا أخواني يقول أنا الآن تشيعت والآن مناظرهم صورة صورة وصورة وأنسف دينهم الله أكبر الله أكبر لعلمت أن الشهادة الثالثة باطلة متى كان على ابن أبي طالب وأبنه وفاطم معصومين لأنك ما عندك علم ولسا من أهل العلم تلويث أنت عامي من العوام أنت تعلم ذلك أنت تعلم جاولة وصورة على رقم الله أكبر الله أكبر أمينه فيك ناخد أبو عايشة مذاكل يوم سهلت قلت لك الصنعاني شيعي قلت لي إيه فيه تشيح هذا شيخ عالم العلماء أنت أبو كريمة افتهمت مداخلة بس لحظة لحظة أبو شوف هو شنو اللي أشكل عليك الآن أشكل عليك يقولك لماذا تنزع علي وفاطمة ولا تلوثهما وتقول أنهما باهرين معصومين يعني أنت حتى تصير خوش آدمي إنسان كويس ينبغى لا تقول بالعصمة ينبغى أن تلوث الناس حتى تكون سني النبي إذا قلت معصوم إذا قلت معصوم أنت رافضي وأفكارك أفكار اليهود ينبغى أن تلوث وتدنس النبي بالذنوب والأخطاء حتى تكون على منهج هؤلاء سبحان الله كم الأخونا يونس كم الأخونا يونس كم الأخونا يحميك من كل سوء أمير المؤمنين بكل بساطة إذا كان الله في كتابه قد بزهها من أنا لأسطده جاوبوني إذا الله في كتابه لا تزهر والله 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 هؤلاء أهل التلوث والجماعة وليس أهل سنة الجماعة هم يلوثون النبي يلوثون النبي ترجمة نانسي قنقر